اشتركوا في القناة من لقاءاتنا الثقافية الأسبوعية في رحاب الأدب والفن أهلا بكم ضمن فعاليات مهرجان الفنون الإسلامية في نسخته الرابعة والعشرين الذي تنظمه إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة بالشارقة تحت شعار تدرجات احتضن متحف الشارقة للخط محاضرة بعنوان الخط العربي والفنون الإسلامية الأخرى قدمها الخطاط الإماراتي خالد الجلاف رئيس جمعية الإمارات لفن الخط العربي والزخرفات الإسلامية في بداية المحاضرة التي نظمتها دائرة الثقافة في الشارقة بالتنسيق مع جمعية الإمارات لفن الخط العربي والزخرفة الإسلامية قال الخطاط خالد الجلاف إن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بذل وما زال يبذل جهودا جبارة للارتقاء بالفنون الإسلامية والخط العربي وأضاف أن الخط العربي فن عظيم يرتقي لأن يكون هوية لكل عربي ومسلم كونه كما قال يرتبط بجذورنا وطفولتنا وإلى آخر يوم من حياتنا وتناول بالشرح عدة نقاط بدءا بمراحل تطور الكتابة مرت الكتابة بعدة أطوار بداية بالطور الصوري التعبير عن الأفكار بالصورة بحيث أن إذا أراد أن يتحدث عن الصيد يرسم رجل يمسك قصبة تدل على الصيد قصبة يتدل منها خير ثم مرة بعد ذلك الطور الرمزي الذي يعبر عن معاني مختلفة الشمس ترمز إلى النهار والقمر إلى الليل بعد ذلك برت الكتابة إلى طور مقطعي فمثلا إذا أراد أن يتحدث عن كلمة يدهس أو يدحر يرسم يد فاليد منطوقها يد ثم يكمل حروف أخرى حتى يعبر عن كلمة يدحر أو يدهس إلى أن وصلنا إلى الطور الصوتي فإذا أراد أن يتحدث عن حرب منطوقه الأول الكاف يرسم كلبا فبداية كلمة كلب كاف فبدأت مرحلة الطور الصوتي إلى أن وصلنا إلى تصميم رمود لكل حرف وأصبح الطور الهجائي استعرض خالد الجلاف وتتبع رحلة الكتابة العربية عبر عصور متعاقبة وكيف تطورت واكتسبت القدرة على التوسع والانتشار متمثلا بالفينيقيين كما نعلم أن الفينيقيين كانوا رحالة دولة أو الأمة تحب السفر تتاجر بين المشرق والمغرب بين الشمال والجنوب هؤلاء قاموا بزيارة ضمن حملاتهم التجارية إلى مصر فوجدوا المصريين يكتبون الهيروغليفية فاستعاروا من الهيروغليفية خمسة عشر حرفا ثم أضافوا إليها حروفا أخرى تكونت فيها الأبجدية الفينيقية طبعا هؤلاء كما قلت تجار يذهبون إلى اليمن يذهبون إلى الشام فذهبوا إلى اليمن فاستعار اليمنيون منهم مجموعة من الحروف التي ابتكروها وكونوا بداية ما يسمى بالخط النبطي الذي بدأ يكتبون به اللغة العربية بيّن الجلاف في محاضرته تطور وازدهار الخط العربي خلال مسيرته التي سار فيها قاطعا أزمانا وأماكن عدة بدءا من الخط النبطي في اليمن مرورا بالخط الحجازي ثم الكوفي وغيرها من الخطوط العربية من الخطأ أن نتحدث ونقول بأن بداية الخط العربي هو الكوفي لا بداية الخط العربي بدأ من النبطي في اليمن ثم إلى الخط الحجازي ثم بعد ذلك الخط الكوفي لمدة تقريباً ثلاث قرون كان يكتب أو يستغل الخط الكوفي في كتابة المصاحف ولكن حروف الخط الكوفي كما تعرفون كبيرة فكانت تستنزف أوراقاً كثيرة فيكون المصحف بهذا السمك وبهذا الحجم فحاول بعد ذلك الخطاطون والمبدعون أن يوجدوا خطوطاً لينة لأن الخط الكوفي كما نعرفه يسمى بالخط اليابس الذي ألفاته مستقيمة وزواياه حادة وخطه كبير فبدأوا يكتبون بكتابات أخرى ابتدعوا بعد ذلك خط الطمار الذي أيضاً حجمه وحروفه كبيرة ومن خط الطمار تم بدء اكتشاف الخطوط الأخرى ولعل أشهرها خط الثلث ويقال أنه سمي بالثلث لأنه يستخدم قلماً حجمه ثلثة حجم قلم الطمار هنا بدأت الكتابة بالخطوط اللينة فبدأوا يكتبون بخط النسخ الذي من اسمه نعرف أنه استخدم لنسخ القرآن الكريم فلم يكن يحتاج إلى أوراق كثيرة وأحجام كبيرة فتعطل العمل بالخط الكوفي تعطل العمل بالخط الكوفي هذا الخط الجميل لم يعد أحد يستعمله في الكتابة لم يعد خطاً وظيفياً ما الذي حصل أو ماذا فعل بعد ذلك أجدادكم كانوا مبدعين كانوا مبدعين إبداعاً كبيراً فوجدوا علاقة بين خطوط الخط الكوفي وألفاته المستقيمة وزواياه الحادة والعمارة الإسلامية فتم استخدام الخط الكوفي ليكون من الخطوط التزيينية للعمائر والفنون الأخرى ومن هنا تبدأ قصتنا مع الفنون حقيقة أنا كنت أعتقد بأن محاضرة عن الخط ماذا سيكون فيها يعني غير أن نتعلم الخطوط وأنواعها لكن ما أثارني في المحاضرة النظرة الواسعة والشمولية للخطات الذي أعطانا صورة كبيرة وبانورامية للخط العربي خاصة في أوروبا حقيقة يعني يغيب عنا أن كثير من المعمار الأوروبي فيه كثير من الخطوط العربية شيء يفخر في الإنسان أن يجد احتفاء في الشارجة في هذا النوع من الفن الإسلامي الذي يكاد يكون غير موجود للأسف إلا في أقلام الخطاطين أو الكتب أو الكتابات محتاجي إلى تعريف الجيل الجديد بهذا الخط وجماله وأنا كنت أتكلم قبل قليل قبل مع نفس الفنان وأقول لنا نتمنى انتشاره فهو ربط أيضا هذا الانتشار بالتعليم والإعلام فهذا دورنا ودوركم أنتو لنوصل هذا الفن العربي الجميل إلى جيلنا الذي لا يعني ارتباطه دائما في الأشياء الغربية ليس نسنا ضدها وإحنا مع الحداتة لكن أيضا الأصالة لها دور في حياتنا موسيقى ما زال مجلس الحيرة الأدبي يسهم في رفض المشهد الشعري النبطي في الإمارات بلا عديد من الأصوات التي تبدع وتبرز من خلال منبره وفي هذا الإطار استضاف ضمن برنامجه شاعرين متميزين عطرى أجواءه بنفحات من تجربتيهم الشعريتين الشاعر سيف الحارثي والشاعر يوسف الفلاسي اليوم صراحة أننا في غاية السعادة أن نعيش هذه الأمسية من خلال فعاليات دار الثقافة ومجلس الحيرة الأدبي بإمارة الشارقة وأن نلتقي بمجموعة من الشعراء المبدعين المميزين الشاعر يوسف الفلاسي واحد من جيل الشباب الواعد اللي فعلا التقيت في العديد من الفعاليات الجميلة ومنها في برنامج سمار شاعر متميز في إبداعه وعطاءه أيضا لها الكثير من المشاركات طبعا العديدة أيضا يسعدني اليوم أن يكونوا يا أنا طبعا شاعرنا المبدع سيف الحارثي اللي فعلا له تميز خاص وله أسلوب خاص في طرح القصيد نحن نسعى دائما إلى الرقيب القصيدة الشعبية والنبطية وطبعا نحاول أن نكتشف مواهب وشعراء مبدعين في دولة الإمارات وحتى الأخوة المقيمين في هذه الدولة العزيزة نحن نفرح دائما مشاركتهم وتواجدهم من خلال مجلس الحير الأدبي وهذه الفعاليات المستمرة ونحن إن شاء الله مع أحبتنا ومشاهديننا للرقي دائما بهذه الرسالة المحافظة على الشعر الشعبي والنبطي لم يجد الشاعر سيف الحارثي أن يفتتح مشاركته في الأمسية أجمل من توجيه تحية عرفان ومحبة للشارقة نقول على السجلات الكبيرة والأرغام على السجلات الكبيرة والأرغام الشارقة وردت وطنة ندية تاريخ خراسخ على وجه الأيام دار الثغافة والعلوم الوفية حكامها والنعم يا خير حكام وسكانها والله نعم الرعية دار القواسم درع لمها والإسلام نحمل لها شكر وسلام وتحية في هالرقي وأكبر منصات الإعلام بالعلم تتقدم بخطوة قوية بالعلم تتقدم بخطوة قوية الأبحاث فيها والعزيمة والإقدام وإنسامها من طيب أهلها عذية الحبر فيها سالم الروس الأقلام ينزف على الصفحات بغلى هدية علم يزيل الشك ويدك لو هام كتابها ترهيه عن طيب نية روح الأهمية وتاريخها هام منار دولتنا بطلة بهية روح الأهمية وتاريخها هام منار دولتنا بطلها بهية نفخر بها لا شك عاما وراء عام بتراثها بلوانها المخملية أنا أشهد أنها دار تحقيق الأحلام نبعث لها شكر وسلام وتحية وعلى خطه سارى الشاعر يوسف الفلاسي مبتدئا مشاركته بقصيدة أهداها إلى صاحب السمو حاكم الشارقة ولكن بالفصحة أقول زهوت بالدهر وظفت فيك معجزة زهوت بالدهر وظفت فيك معجزة فضئت نورا بدى من وجهك النظري تسير في الركب مقداما بلا كللن ونقتفي خطوك الإقدام في الآثري فأنت نور يضيء الدرب عتمته وأنت للأرض غيما جاد بالمطري تلين تعطف تعفو دون مثلبتن فيا سخاء سخاء كرما على البشر يمتج جودك هذه الأرض قاطبتن في الصبح حينا وحينا ساعة السحري فكم فقيرن تفي أجودكم مددا وكم يتي منا ومسكين بلا قدري فدم كقطر السماء ينهل صيبه غيثا على الناس يخسلهم من الكدري ودم لنا سندنا في اليسر يؤنسنا وفي الشدائد معوانا من الخطر ليعود بعدها الشاعر سيف الحارثي للإلقاء ولكن هذه المرة من باب الغزل يقول ما جر قلبي للهوى والحب تلعات الرقاب يلين شفتلي عليها الناس تقرى البسملة تلت خفوقي من عروقه واستجابت واستجاب كانها سحابه بالنسايم والورود محملة هلت بردها في الخفوق الليش كان مر الغياب وعرفت معنا الحب لمن قبلها كنت جهل حبيبتي أشهى من الشهد المصفى والشراب واحلى من أحلى بنت يعني باختصار مدللة أوصاف حورية وطلتها تسبب الانجذاب قلت عنها مذهلة يعني هي جمل مذهلة عجوبة الحسن الحقيقي ثامن السبع العجاب قلب الحلاء يطلع على كل البنات الأولى يشتاق شوفتها القمر ويحب خطوتها التراب دانت غزر إلا ابتيجان الجمال مكللة كنس سوالف منها سكر على الشفة مذاب سبحان رب اللي خلقها كاملة ومكملة أمر يبلياها وليس وميحة من التراب ساعة ملاقاها ساوي العمر كله بكملة واستمر الشاعران في إمتاع جمهور مجلس الحيرة الأدبية بأفانين من ورود إبداعهم الشعرية في أغراض مختلفة يا حلم العمر أنا بدونك بهالدنيا بدون أحلام أسير بخيبة أمالي وأشيل الأرض بكتافي عشكت الليل من بعدك ومن بعدك عجست أنام ووعد المنام الدافية ما مرت الحافي أنا وشلون أسافر عن بحرك وموجك إلا الطام وريحش واقي يتهبب هواها ضد مجدافي يا حاول أبتعد عنك مسافها تشفي اللالام وشوف الذاكرة ترسم صورك وعيني أخلافي أحبك كثر ما عشت المحبة معك مسكختام كثر ما كنت لي جافي كثر ما كنت لك وافي تعال وضم دج روح الحنين وبدد الأوهام على حد الجنون تخيلك في مقلطية غافي وصلك يعيد ترتيب الحياة وضحكة الأيام وجهك ينزع بشوت الظلام وتنور أضفافي يا أول موطن القلبي غرامك رحلة استجمام خذتني من اللواهي بالظروف وزان مصيافي تحت ضلت جحونك كم كسرت من الهجيرة أعوام على ثغرك ضماي يموت ليني عانق أسلافي يا حلم العمر أنصفتك من أشواقي ومن الألهام على رجوة مر من الغياب تحاول أنصافي نصيف اليازجي هو أديب وشاعر اللبناني ولد في قرية كفرشيمة من قرى الساحل اللبناني في الخامس والعشرين من مارس سنة 1800 في أسرة اليازجي التي نبغى كثير من أفرادها في الفكر والأدب وأصله من حمص نشأ نصيف اليازجي ميالا إلى الأدب والشعر وأقبل على الدرس والمطالع بنفسه وتصفح ما تصل إليه يده من كتب النحو واللغة ودوامين الشعراء ونظم الشعر وهو في العاشرة من عمره لم تكن الكتب المطبوعة ميسرة في عصره فكان جل اعتماده على كتب يستعيرها من المكتبات الخاصة فمنها ما يقرأها مرة فيحفظ زبدتها ومنها ما ينسخها بخط يده كان نصيف اليازجي يحاول مجارات العرب الأقدمين في مؤلفاته وأخذ على نفسه تهذيب اللغة فأسهم في إحياء تراث اللغة ونشره ولعب دورا كبيرا في إعادة استخدام الفصحة بين العرب في القرن التاسع عشر ذاع صيته كشاعر ومنح شهرة أدبية مبكرة حيث بدأ بكتابة الشعر وهو في السادسة عشرة من عمره ومن شعره لولا التفاوت في الأخلاق والأدب تساوت الناس في الأقدار والرتب قام التفاوت بين الناس مرتقيا فوق التفاوت بين العود والحطب حتى يخيل أن البعض قد خلقوا من التراب وصيغ البعض من ذهبي كان نصيف أيضا شاعرا زجالا وكان خطاطا ماهرا وازدادت شهرته كخطاط فاستدعاه الأمير بشير الشهابي الكبير وجعله من كتاب ديوانه فلبث في خدمته إثنتين عشرة سنة في سنة ألف وثمانمائة وأربعين انتقل ناصف اليازجي بأهل بيته إلى بيروت فأقام بها وتفرغ للمطالعة للتأليف والتدريس ونظم الشعر ومراسلة الأدباء فذا عصيته واشتهر ذكره وأصبح علما من أعلام الشعر واللغة والأدب كان اليازجي شاعرا تقليديا ملتزما بنهج القصيدة العربية التقليدية ولم يكن يميل للخروج عن نسقها وقد جمعت أشعاره في ثلاثة مجلدات ومن شعره في الرثاء هذه الأبيات إني وقفت على جوانب قبره أسقي ثراه بمدمع المصبوب ولقد كتبت له على صفحاته يا لوعة من ذلك المكتوب لك يا ضريح كرامة ومحبة عندي لأنك قد حويت حبيبي ترك ناصف اليازجي مؤلفات متعددة شملت الصرف والنحو والبيان واللغة والطب والتاريخ كما ترك ديوانا شعريا متنوع الموضوعات ومراسلات شعرية ونثرية من مؤلفاته نار القرى في شرح جوف الفرى فصل الخطاب في أصول لغة الأعراب الحجر الكريم في الطب القديم فاكهة الندماء في مراسلات الأدباء العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب وديوان ناصيف اليازجي عمل ناصيف مدرسا في الكثير من المدارس اللبنانية واهتم بقضية إعادة الأمة إلى اللغة العربية وإلى علومها فوضع في ذلك الكثير من الشروح والمتون فكانت مؤلفاته مصباحا يضيء الطريقة في أولى خطوات الأمة نحو النهضة الأدبية تميز ناصيف بسرعة الحفظ فكان صاحب بداهة وفكاهة ونادرة يحفظ القرآن والكثير من أشعار العرب ومسامراتهم ويعشق الموسيقى والموشحات محافظا على تقاليد قومه في المأكل والمشرب والقول من صفاته أنه كان متواضعا متأنيا في حديثه وانفعالاته قليل الضحك عفى اللسان لم تسمع منه كلمة بذيئة قط لم يهجو أحدا في كلامه أو شعره فقال فيه أحمد فارس الشدياق ما كان يهجو ولا يهجى ولا حجبت ذكى قريحته أحلاك حدثان فلم يضع ساعة من عمره عبثا ولم يضع قوله في غير أحسان ومن شعره نفارقكم ونضرب في البلاد ولا تترحلون عن الفؤاد نغيب ولا تغيب الدار عنا فتوهمنا التقرب في البعاد خذوا عنا الذي حملتمونا من الأشواق فهو أمر زادي وكفوا عن خواطرنا وعنا فقد حلتم بها دون الرقادي أصيب ناصف اليازجي بفالج شل شطره الأيسر وفي أثناء مرضه أصيب بفقد ابنه البكر وهو بعده في شرخ الشباب فمات بعده بقليل متأثرا من شدة حزنه عليه حيث لم يعيش بعد ذلك إلا أربعين يوما وكانت وفاته في الثامن من شهر فبراير عام 1871 حرف وعزف مقالات عن الطرب الشعبي في الإمارات التاريخ والرواد والأغاني الجزء الثالث المؤلف علي العبدان ومن إصدارات معهد الشارقة للتراث هذا الكتاب يتحدث عن بدايات الطرب الشعبي في الإمارات بالتحليل الموسيقي المقامي والإيقاعي وكذلك العروضي لقصائد الأغاني والرواد الأوائل يذكر المؤلف أنه في هذا الجزء من الكتاب يصوب أخطاء وقع في هذا الجزء الأول فيقول في الفصل الخاص بالفنان حارب حسن ذكرت أن التقسيم لديه لا يخرج عن المقامات أو الأجناس الموسيقية الأكثر شهرة في الأغاني العربية عموما مثل مقام الراست ومقام البيات فمعظم تقاسيمه من هذين المقامين وفروعهما على طبقات مختلفة لكنني وقفت مؤخرا على تقاسيم لحارب حسن من مقام الصبا وأخرى تقترب من مقام الحجاز فكان علي أن أثبت ذلك هنا من أجل تحديث مادة الكتاب الفصل الأول يخصصه المؤلف للفنان محمد سهيل المطرب الشاعر عن حياته وإقاماته في مدن عدة يقول كان محمد سهيل على علم بما يقوم به الفنان حارب حسن في البحرين وهو الذي أعطى حارب حسن قصيدة ماجد النعيم يا حبيب القلب عذبت الحشة التي كانت أول أسطوالة لحارب حسن تظهر للجمهور ولعل نفس محمد سهيل كانت تحدثه بأن يحذو حذو حارب حسن في تلحين قصائد الشعر الشعبي الإماراتية وتسجيلها غناء وعزفا ذلك لأن هذه القصائد لم تعرف الظهور في الأسطوانات التجارية بكثرة وبشكل واضح إلا مع الرائد حارب حسن ولعل محمد سهيل قد وجد في نفسه دافعا وطنيا إلى مثل هذا الصنيع وحول طريقة عزف الفنان محمد سهيل الملفتة على العود يقول فبالرغم من تأثر محمد سهيل بحارب حسن أو ربما بعمة المطربين البحرينيين في طريقة عزف الأغاني الشعبية يظل عزف محمد سهيل أفضل بكثير من عزف حارب حسن بل إن عزفه أفضل وأكثر إتقانا من عزف كثير من المطربين الإماراتيين في عصره وحتى من بعض الخليجيين وذلك لأن ريشته قوية دون إفراط وناعمة دون تفريط كما أن أصابعه تقع حال العفق على مواضع النغم دون أي نشاز أو اختلاف ولهذا يتصف عزفه بالفصاحة الموسيقية كما أحب أن أصفه جاء الفصل الثاني من الكتاب ليتحدث عن الفنان عبدالله عبد الحميد أول موسيقي نظري من الشارقة وتعريفا به يقول المؤلف وبالإضافة إلى إتقانه أداء فن الصوت الخليجي كان للفنان عبدالله عبد الحميد جهود في تعليم العزف على العود ومبادئ المقامات الموسيقية لبعض الشباب الإماراتيين ممن يهوون الغناء والعزف كما تعاون مع إذاعة الشارقة في بداية السبعينيات ولحن بعض الأغاني لبعض المطربين وهو معروف مشهور لدى كثير من موجهاء مدينة الشارقة ممن يحبون الأصوات الخليجية والطرب الثقيل ويأتي هذا الفصل في سبيل حفظ ذكراه وسيرته الفنية ضمن أجزاء هذا الكتاب الذي يهتم بتاريخ الطرب الشعبي في الإمارات ويتناول موضوع دراسة الفنان عبد الله عبد الحميد الموسيقية في مصر فيقول هنا يبدو أن ما شغف به عبد الله عبد الحميد من حب لدراسة قواعد الموسيقى الشرقية وأصول الغناء العربي الرصين واللقاء بأعلامه وأساتفته في مصر والنهل من الثقافة والمعارف المتعلقة به قد تحقق له إلى قدر مرض ومن ثم أصبح موسيقيا ناضجا ومثقفا خبيرا بالأجناس الموسيقية والمقامات العربية كافة وأصول الإقاعات الشرقية ويمكنه التلحين بطريقة علمية بالإضافة إلى مهارته في العزف على آلتين شرقيتين أساسيتين هما العود والقانون هذا الكتاب هو أول كتاب يعرض تاريخ الطرب الشعبي في الإمارات في بداياته الأولى بشكل دقيق يذكر رواده من مطربين وشعراء وشواهد من مخطوطاتهم وأسطواناتهم وتسجيلاتهم ويقدم قراءات تحليلية في أغانيهم حرف وعزف الجزء الثالث المؤلف علي العبدان ومن إصدارات معهد الشارقة للتراث وبهذا مشاهدين ينتهي اللقاء ويتوقف مشوارنا معكم هذا الأسبوع في رحب الأدب والفن على أمل اللقاء بكم الأسبوع المقبل إن شاء الله نستودعكم الله وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر